اختلفت تداعية الناتجة على الموجة التدخمية في البلدان المغاربية نظراً لاختلاف البنيات الاقتصادية والمعطيات السياسية فبعضها مصدر للطاقة مثل الجزائر وبعضها الأخر مستورد لها مثل المغرب أو تونس وبعض اقتصاديتنا متنوعة وبعضها الأخر متمركز في سلع بعينها وتلعب الأبناء المركزية أدواراً مختلفة حسب مستويات استقلالية من الحكومات والسلطات السياسية ففي المغرب مثلاً تظهر المعطيات الرسمية أن جائحة كوفيد-19 لم تؤثر بشكل كبير على مستويات الأسعار وعلى نسب التدخم التي بقيت إجمالاً في مستوياتها السابقة أو الاعتيادية أي أقل من جوج في المئة رغم ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وأسعار بعض المواد الغدائية بل أن البعض كان ينظر إلى نسب التدخم منخفضة المسجلة على أنها إشارات اقتصادية سلبية لأنها لا توفر أي هامش لتلعب السياسة النقدية دورها في المناورة في تونس هناك توليف بين محددة ضرفية وأخرى بنية تؤكد ارتفاع التكاليف والأسعار وتغذية التدخم المرتفعة رغم التدخلات المتتالية للبنك المركز التونسي الذي رفع نسبة فائدتي الرئيسي لكن السياسة الإنفاقية للحكومة لا تساير نفس الهدف نظراً للضغط الاجتماعي ومحاولات تخفيف أثر الأزمة الصحية فنسبة التدخم مرتفعة وتقلق المسؤولين إلى جانب مشتيرات بلون أحمر حالياً في تونس في الجزائر هناك أسباب أخرى مسببة للتدخم في بلدين مستورين لمعظم الموادين الاستهلاكية حيث تتراجع قيمة عملتها الوطنية باستمرار فانهيار قيمة الدينار هو المحرك الأول للتدخم إلى جانب ضع بنيات الإنتاج في الجزائر وسلوك بعد المحتاكري ما يخفف من نسبة التدخم في الجزائر هو حجم الدعم المقدم من طرف الحكومة لإبقاء أسعار بعض السلاء والخدمات في متناول الأسر الجزائرية وهذه منظومة في طريقها إلى الإصلاح والمراجعة فالنسبة التدخم تفوق هنا أيضاً 5.6% في منحة تصعود واضح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر